احنا مشاهدين حنروح للموضوع جدا مهم حنتكلم عن العطاء العطاء شي جميل جدا لما نعطي حب نعطي من وقتنا او نعطي من مالنا وتاقطنا عشان نساعد احد مثلا او حتى ان نتشارك الحياة مع احد ثاني لكن وبرغم كل السعادة هذا اللي يجلبها العطاء الى حياتنا للعطاء ضريبة ممكن تزرع فينا مخاوف من انه نعطي عشان ما تقابلنا خيبة امل او عدم تقدير من الاخرين والحديث اكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور ايهاب فكري رائد اعمال والمحاضر الدولي في علوم الادارة صباح الخير دكتور طبعا يمكن حديث كل المجتمع زي ما يقول لازم لمن يتجمعوا يتكلموا عن هذا الموضوع انه انا عطيت فلانة انا ساعدت انا عملت لها لكن ما شفت منها شي وما بان فيها الخير لازم تسمع هذه الجملتين فخلينا او شي نشرح ايش مفهوم العطاء المعاملات ما بين البشر ممكن نشوفها على شكلين شكل تبادل منفعة هو شيء ممتاز وايم عليه كتير من معاملاتنا زي ان انا اشتغل في مكان فاحصل على راتب مقابل مجهود وما الى ذلك ولكن كمان في بعض المعاملات بدون مقابل وهو ده اللي يتسمى العطاء فتبادل المنفعة وانتظار المقابل هذه تجارة وده شيء محترم وجميل جدا وتبادل او العطاء بدون انتظار المقابل من الطرف الاخر المقابل بيجيلي في قلبي ولكن من غير انتظار المقابل من الطرف الاخر ده يسمى العطاء فده فكرة العطاء ولكن ضريبة العطاء بعض الناس تقول يعني الضريبة على حاجة انا بكسبها العطاء ده بيخرج مني انا ومش كل ما يبذل من الانسان خسارة يعني انا وانا بتنفس فباخد هوا لو ما خرقتوش بموت فبذل الهوا ده سبب في الحياة لو احيانا في بعض الاحوال لو انا اتبرع بالدم مفيد لصحتي لو انا مشحون عاطفيا جدا فما حد مقرب ليا بحكي له بخرج لجوايا فالبذل ده يساعدني نفسيا فليس كل ما يبدل الانسان ويخرج من الانسان خسارة كذلك العطاء فالانسان اللي يمسك شوية حب كده واذا ربنا اكرمه الطائر ياكل من الحب مع كل حب ياكل الطائر القلبي يخضر شوف العطاء من الحاجات اللي بتعلي جدا جدا السعادة في قلب الانسان وزيه زيه اي شيء فايدة ممكن يكون عليه ضريبة والضريبة دي لها اشكال كتير اهمها قلة التقدير فبعض الناس في حال العطاء لما يقابل بقلة التقدير ينتقل شعوريا من حال العطاء الى حال التجارة يقول ايه ده انا ما باخدش في المقابل والله ما نمدي تاني حال تجارة وكويس وجميل ولكن حال العطاء يختلف وعلشان الانسان يكون مستعد لدفع ضريبة العطاء لازم يبقى عارف اشكال الضريبة دي بافترض لو انا مستثمر في بلد وفجأة جي واحد خبط عليها وانا بشتغل وبكسب وقال لي ديني مليون دولار لو انا مذاكر ضريبة البلد دي هفهم ان دي نسبة معينة فكذلك اهل العطاء اذا عرفوا ضريبة العطاء واهمها قلة التقدير بتجيلك على اشكال عملة زاهب ام مستعد بستعرف دكتور انت ممكن بتتكلم عن العطاء في البيزنس وفي الاستثمار وعطت امثلة جميلة صراحة بس يمكن اكثر شي الناس تتآذم انه العطاء في العلاقات بمثلا انا مثلا صديقتي اعطتها حب اعطتها اتنشن انه قفت جنبها مثلا في فرح بنتها بعدين لمن انا امرت هي حتى ما سألت عني في ابسط الامور هنا يمكن تيجي خيبة الامل وتصير المشاكل تقولي خلاص انا اصلا ما بيعطيها حاجة صحيح وساعة انا اصلا ما بيعطيها حاجة انا حولت حال العطاء الى حال التجارة انا بدي علشان ااخت وده كويس وده مش وحش ابدا ولكن ممكن انا عايز اتخيل مشهد معين لو انا شفت حد في حال غرق فانا قررت اني انزل البحر اساعد الغريق في ثقافة مساعدة الغريق وادبيتها ان الغريق يؤذي من يساعد ليه لان هو بيحاول ممكن يضربه ممكن يعوره من ده مش لمصلحته ولكن ده حال الغريق فاذا كنت انا بساعد انسان في حال صعب جدا نفسيا فازاني بكلمة انا ابقى مستعد انا بساعد غريق فاهم شكل من اشكال التقدير وزي ما حاجة بتقولي مش بس في البزنس والعطاء المادي ولكن العطاء المشاعر كمان هو انه زي ما الجماعة الانجليزي يقولوا عليها تيكين فور جرانتد ده الصبت اللي هو ايه ان انت كده كده بتديلي يبقى تفضل طول عمرك تديلي صح خلاص فالاحساس ده لما ييجي الانسان يقول انا هتوقف عن العطاء لان ده شكل من اشكال اللي تقدير نقول كويس لو قررت انك تقلب العلاقة بينك وبين صديقك صديقتك ابنك بنتك الى حال تجارة اهلا وسهلا لو لسه مستمر في العطاء فده احيانا بيحصل احيانا من اشكال عدم التقدير انه مهما تدي مش كفاية تحس انه لقدامك مش كفاية ممكن يكون انا فقير فقير المشاعر فقير القدرات فقير الحالة المادية واللي انا بزلته هو كل اللي عندي ولكنه مش كفاية اللي قدامي ما يعرفش انا عندي ايه هيقول لي انت سمعتني بس ما سمعتنيش للاخر ويزعل مني وهو ما يعرفش ان انا اديت له اخر حتى عندي صحيح فما زعلش وما انتقلش الى حال التجارة واسيب حال العطاء واقول ان ده شكل من اشكال ضريبة العطاء جميل بس دكتورا حين على المثال اللي قالتها مثلا سارة ان في واحدة دائما تساند صديقتها في كثير من الاحيان وصار لها موقف واخذلتها هالصديقة هذه في كثير من الاحيان بعض البشر يتجنبون انهم يروحون ويصارحون الانسان اللي قدامهم بس في بعضهم يبون ان يطلعون اللي في داخلهم عشان يرتحون وعشان يخلون العلاقة تستمر فشنو احسن طريقة انك انت تقابل الجهود في بعض الاحيان وقلة العطاء من الطرف الثاني بطريقة لطيفة وانك توصل اللي في داخلك شوف هك في مثال بعيد عن الموضوع ده وبعدين قربوا منه يقول لك ينصح للراجل الزكي اذا شاف زوجته لبسة لبس مش حلو مش لايق عليها انه ما يقول لهاش ابدا اللي انت لبسها ده وحش وهي لبسها استنى تاني يوم لما تلبس اللبس الجميل يقول لها الله امبارح بقى ما كانش قوي فتقبل لان هي في حال القوة كذلك اذا كان صديقي او اذا كان اهلي وهو في حال الضعف لا اوجه اللوب ولا اقول له انت ما قدرتش ولكن لما يقف على رجليه اقول له بقى كده برضو انا اسمعك واعملوا ففكرة التوقيت ومهما كان زكاء اختيار الالفاظ في التوقيت الخطأ خطأ ومهما كان الاخفاق في اختيار الالفاظ التوقيت الصح قد يكون صح جميل جدا بصراحة شكرا لك يا دكتور شكرا لك الدكتور صراحة كلام اكثر من جميل ويمكن هو فعلا الشخص لازم يعرف الناس اللي حوالينه ولازم يعرف مدى العطاء اللي يعطيه لكل شخص عشان لا يقع في هذا الفخ الناس اللي من جد تقدر تعطيهم قد ما تقدر والناس اللي ما تقدر خلاص تعطيهم عشان اللي يشفي قلبه هو اللي يحس انه هذه قيمة اخلاقه وقيمة العلاقة اللي بينه بين هذا الشخص شكرا لك الدكتور يعطيك الف عافية